هل صحيح أن هذا المسجد تابع لبعض المساجد أو المراكز أو جزء من بعض المساجد أو تابع لبعض الأشخاص لا مراكز أهل السنة التي تسير على الكتاب والسنة بعضها من بعض منهجها واحد الكتاب والسنة على سير سلف الأمة والاعتصام والدعوة إلى التصفية والتربية والتهذير من البدع والشرك والخرافات والتحزب والتفرق لكن أما أن هناك شخص أهل السنة يعتصمون على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن نظر إلى هذه الدعوة المباركة التي أسسها رسول الله وقام أصحابه من بعده وجاء التابعون وجاء تابعوهم وسارت وحفظها الله جل وعلا لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والذي حفظهم وحفظ دينهم دين الإسلام هو الله هو الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولما أسس الإمام الوادع رحمه الله داره في دماج ووفد الطلاب ينهلون من علم الكتاب والسنة محذرا من الشرك والبدع والخرافات وحاثا على التوحيد والسنة وتطبيقها محذرا من الفرق المنحرفة كالخوارج والاشتراكية له الصارم كتاب السيوف الباترة وهكذا بعض الجماعات المنحرفة كجماعة الجهاد والإخوان ومن إليهم والسرورية ودعوته خير درب لا يدعو إلى ثورات ولا إلى انقلابات ولا يدعو إلا إلى الكتاب والسنة وانتشر طلابه في الآفاق وفي ربوع الأرض ترى في هنا وهناك في الشرق والغرب يعني بعض طلبة الشيخ رحمه الله في بلاد مصر مجموعة من طلبة الشيخ وفي السودان الصومال والحبشة وفي أمريكا وبريطانيا أماكن كثيرة نفع الله بدعوته وهكذا لما خلفه تلميذه البار الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وهذه المراكز الموجودة ما من قائم على مركز منها إلا وهو من طلابه هو من طلابه فبالنسبة لنا لشيخنا فضل علينا اكثر من الدعاء له وهو شيخ مبارك أينما حل؟ نعم فهو مبارك يسمعنا أنه لا يخطئ أو أنه معصوم لا الخطأ هو حليف للبشر مهما بلغوا من العلم والتقى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار لكن أما أننا نرتبط بفلان أو فلان لا نكتبوا السنة ونتعاون يعني مع إخواننا وندعو لمشايخنا والحمد لله نعم الذي يسيرنا الكتاب والسنة تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون حيانا بعضهم ربما تكلم بكلام لا يعرف معناه أو ربما زلت عليه كلمة وهو لا يقصدها الله المستعان إلهنا بارك